السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن من قناة جود كود وشارع فيديو جديد في زلزلة ار. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الكوريليشن والريجريشن. بداة كده الكوريليشن والريجريشن عارفين ان الاثنين بنستخدمه علشان نوجد الارتباط نوجد العلاقة بين متغيرات حلب? لكن الفرق بين الكوريليشن والريجريشن فرق يعني مش غيريز اقول نهاهو بسيط لكن في فروق واضحة بينهم. اقارن في الاول وبعد كده اقول لك الافراغ بداة كده الكوريليشن بيعرفني علاقة بين متغيرين حلب? لكن الح Status يعرفني تأثير على لديها بعض. يبقى يعرفني تأثير متغيرة على متغير اخر. تمام? لكن يعرفني الايه? العلاقة ما بينهم. ماشي. رقم اتنين. وعبارة عن ان المتغيرين ماشيين مع بعض. يعني المتغيرين ماشيين مع يعني يعني المتغيرين مرتبطين ببعض او ليهم علاقة ببعض. لكن بيعرفني السبب والتأثير بتاع الانديبندنت على الديبندنت. يبقى كده بيعرفني السبب والتأثير يعني تمام? او تأثير الانديبندنت على تمام? يعني تأثير متغير على متغير اخر. تمام? فادية الفرق الفرق الواضح اللي بالنسبة لي لانديمارك بتاعت بتاع ان هو بيعرفني فعلا لكن فقط بيعرفني بيقول ان في علاقة ما بينهم. لكن ما بيش بيقول الكوز والافكت بتاع المتغير دوت على المتغير دوت. يبقى كده الفرق العساسي والرئيسي عندي الكوزالتي. الكوز والافكت اللي الريقريشان بيعرفني او بيعرفني الكوز والافكت بتاع متغير على متغير اخر. اخيرا اه ينفع عكس المتغيرين. يعني ينفع المتغير الفواي احطه في اكس ومتغير احطه في. يعني عندي علاقة كده ينفع عكسهم عادي. تمام? لكن مينفعش عكس المتغيرين. بمعنى انا معطيتك مثال بتاع الانكم تمام اللي هو الدخل بتاع شخص معين تمام? والتعليم بتاعه او الخبرة بتاعته تمام? وعرفنا ان كل ما زادت التعليم كل ما زادت الخبرة بتاعته كل ما زادت الداخل بتاعه وكل ما زادت الفلوس اللي ممكن يطلبها تمام? لكن ما ينفعش عمل عكس ما ينفعش اقول ان كل ما زادت الداخل بتاع الشخص كل ما زادت اه عدد سنوات اه التعليم بتاعته. يعني از يعني ايه كل ما زادت الفلوس معي كل ما زادت السنوات اللي هتعلمها. الكلام ده غلط. في طريق واحد. تمام? تأثير على ايه? على ما ينفعش اخلط ما بينهم. تمام? يبقى ده الفرق. وقلنا ان الفرق الاساسي ان هو بيعرفني السبب والنتيجة او السبب والتأثير. تمام? لكن بيقولني في علاقة ويسيبني كده مع ناسي. تمام? اتمنى اكون استفادة من الفيديو دوت. ما تنساش تعمل الاشتراك للقناة. ولايك الفيديو لو عجبك. شكرا.